برئاسة سيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين عقد مكتب المجلس اجتماعه الأسبوعي وتناول مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع مجموعة من النقط تهم التشريع ومرقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وانفتاح المجلس على محيطه والشؤون الإدارية وقد توقف أعضاء المكتب في هذا الإطار عند جلسة الأسئلة الشفاهية وبرنامج اجتماعات اللجانة الدائمة والمؤقتة ووضعية مشاريع ومقترحة القوانين المحالة على المجلس وحصيلة حضور السيدات والسادة المستشارين وكذا المحاور المقترحة بخصوص الجلسة الشهرية المزمع عقدها بتاريخ 21 من يناير 2020 كما سمع مكتب المجلس إلى تقرير حول زيارة العمل التي قام بها السيد حكيم بن شماش على رأس وفد برلماني إلى جمهورية باناما والتي تميزت بالكلمة التي ألقاها السيد رئيس المجلس بالجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكريب وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس هذه المنظمة البرلمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر